أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات كورس الجرامر المجاني اللي احنا بننديمه على القناة دي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فعل مهم جدا في اللغة الانجليزية وهو وهو معناه يكون هنا لازم اعرف الاول ان فيربي بيتكون من ام از ان ار اجان ام از ان ار وهنا لازم اعرف شورت فورم او ام از ان ار يعني الاختصار بتاع ام و از و ار اللي هو ابوسترفي ام ابوسترفي اس ان ابوسترفي ار اي يبقى في البداية لازم اعرف ابني الاول او بنتي تكوين الفعل تاني لازم اعرف ابني او بنتي تكوين الفعل واقول له انه بيكون من ام از ان ار بعد كده لازم ابني او بنتي يعرفه ازاي بوزع فيربي تبي ده على الضماير والاسماء تاني ازاي بوزع فيربي تبي ده على الضماير والاسماء اللي هي ضمير الفاعل I, he, she, it, we, they and you وكمان الاسماء بنوعيها يعني عندي الاسماء يام مفرد يام جمع singular noun and plural noun طبعا هنا ببدأ أقول له أن I takes am يعني I بتاخد am من verb to be وهنا الاختصار بتاعها بيبقى I am I am so I takes am and the short form is I am I am he takes his he takes is يعني he بتاخد is طبعا الشورت فورم بتاعها he's he's طيب she takes is يبقى شيئة كمان بتاخد is طبعا الشورت فورم بتاعها she's she's and it takes is يبقى أنا عندي it كمان بتاخد is إذن he she and it take is طبعا الشورت فورم بتاعها لازم ابني يعرف how to pronounce it in its short form يعني فيه الشورت فورم بتاعها فإت is الشورت فورم بتاعها it's 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 طيب حنقول له أن we takes are يعني we بتاخد are والشورت فورم بتاعها where where طيب they takes are يعني they هي كمان بتاخد are طب الشورت فورم بتاعها there 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 طيب you takes are يبقى أيوه هي كمان بتاخد are يبقى أنا عندي we they and you take are طيب الشورت فورم بتاع you are your 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 يبقى إذن هنا أنا عرفت كل ضمير بياخد a من verb to be ثانيا لازم معرفة أن الاسم المفرد اللي هو السنغلر نون takes is بياخد is أما plural noun يعني الاسم الجمع بياخد are وهنا بتيجي مهمة الحفظ بأن هنا لازم أحفظ كل ضمير بياخد a من verb to be وكمان كل اسم بياخد a من verb to be وكمان لازم أعرف المعنى يعني I am أنا أكون he is هو يكون she is هي تكون it is هو يكون أو هي تكون لغير العاقل we are يعني نحن نكون they are يعني هم يكونوا you are يعني أنت تكون طيب ببدأ بعد كده أدي أمثلة على verb to be بحيث أن أنا أتأكد من توزيع الفعل ده على الضمار فبعد المثال مثلا فأقول I am a boy I am a boy هايبدأين أقول I takes am so it will be I am a boy I am a boy I am a boy يعني أنا ولد طيب he a man هايبدأ أقول أن he takes is تاني he takes is يعني هي بتاخد is وهي is a man يعني هو رجل تاني he is a man يعني هو رجل ولغير الشورت فورم هتبقى he is a man he is a man هابدأ أدي المثال التالت she a girl she a girl هتقول لي she takes is so she is a girl she is a girl إت a cat إت a cat so it will be إز so it takes is so إت a cat إت is a cat and إت's إت's a cat we takes ها أر so we are happy we are happy and if it is short form it will be we're happy يعني هما حزانة طيب حاولها ازاي حتقول لي they takes or so it will be they are sad they are sad or they're they're sad you tall يعني انت طويل طيب you takes or so it will be you are tall يعني انت طويل طيب لو هي short form حقول you're tall you're tall طيب علي short هتقول لي علي هنا singular noun يعني اسم مفرد طب طالما اسم مفرد yes it will take is so علي is short علي is short but علي و سامي هتقول لي علي و سامي دول plural noun اسم جمع لانهم اتنين وطبعا قلناها من الشكل العربي العربي فيه مفرد ومسننه جمع لا الانجلش ياما مفرد ياما جمع فالي and سامي ما لهم هتقول لي جمع وطالما جمع they will take or so it will be علي and سامي or happy يعني علي وسامي سعداء وبكده انا اتمكنت من معرفة لقد كمانا من البرب بس وتوزيعه على الضمير وكمان اكدت على التمرين اذا انا من خلالها اختر وميز من كل واحد من تب بس thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes goodbye سلام عليكم